لما تيجي تبص على الجزء الغربي من العالم الإسلامي كان بقايا دولة الموحدين دولة الموحدين دولة من أعظم الدول في تاريخ الأمة الإسلامية دولة حكمت من ليبيا شرقا إلى المغرب غربا ومن الأندلس شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا يعني كان بتضم بين طياتها أكثر من 20 دولة من دول عالمنا المعاصر ومع ذلك في أول القرن السابع الهجري سقطت دولة الموحدين انهارت انهيارا مروعا تحت أقدام الصليبيين في موقع العقاب المشهور موقع كان اسمها العقاب على اسم قلعة وجريت عندها الموقع في بلاد الأندلس كان الكلام ده سنة 609 من الهجرة سقطت دولة الموحدين سقوطا مروعا وفرقت ومزقت بقت ليبيا الوحدة تونس الوحدة الجزائر الوحدة المغرب الوحدة وهكذا مرت أيضا الأندلس بمحنة رهيبة نتيجة سقوط دولة الموحدين وتساقطت المدينة تلو الأخرى في أيدي الصليبيين طبعا الصليبيين الذين نعنيهم في هذه المنطقة هم صليبيين شمال أسبانيا وفرنسا وأجزاء من إنجلترا وإيطاليا كانوا بيساعدوا أسبانيا في حرب المسلمين في الأندلس يبدأ كانواقع غرب العالم الإسلامي لما نيجي نبص على شرق العالم الإسلامي شرق العالم الإسلامي دول كثيرة جدا في منطقة أسيا كانت تحت إمرة مملكة كبيرة تسمى مملكة الخوارزمية مملكة الخوارزمية هذه كانت تضم بين طياتها عدد هائل من الدول كانت تحكم من غرب الصين إلى شرق العراق تخيل يعني بين طياتها كازاخستان وأسبكستان والتركمينستان وأفغانستان وباكستان وأجزاء ضخمة جدا من إيران وأجزاء ضخمة من أذربيجان وبعض مناطق من أرمينية يعني كانت سبحان الله دولة ضخمة جدا لكن للأسف الشديد برضو هذه الدولة الضخمة كانت على صراعات كثيرة مع من حولها من البلاد الإسلامية يعني على صراع مع الخلافة العباسية على صراع مع الهند والهند بالمناسبة كانت أيضا دولة إسلامية في ذلك الوقت وحكمت بالإسلام عدة قرون وكانت تحت سلطان الغوريين في ذلك الوقت والهند كانت في صراع دائم مع المملكة الخوارزمية جي كلها الدول الإسلامية في صراع مستمر مع بعضها البعض يبقى لنا من العالم الإسلامي دولة تركية أو الأناضول وكانت تحت حكم السلاجقة ونفس المشكلة التي عاصرها المسلمون هنا وهناك عاشها أيضا السلاجقة في منطقة الأناضول مع النوم أحفاد البطل الإسلامي العظيم ألب أرسلان الذي كان من أعظم ملوك السلاجقة ومع ذلك سبحان الله الخلفاء والأحفاد كانوا على شكل مختلف تماما وكانوا في حالة من التردي غير المقبول لأي مسلم بصفة عامة فضلا عن أن يكون أمير من أمراء المسلمين المشكلة يا إخواني العالم الإسلامي كان يغص بالمعاصي والذنوب كانت غلبت عليه فعلا الذنوب في كل مكان سهل جدا أن تلاقي ظلم هنا أو ظلم هناك أو تلاقي شرب للخمور أو تلاقي مشاهدة للرقص أو تلاقي تعامل بالربا أو تلاقي عدم دفع للزكاة أو تلاقي موالاة لليهود والنصارى ثم بعد ذلك للتتار كل هذه الأمراض التي تفشت في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت ستؤدي حتما إلى النتائج التي سنراها لما نحلل هذا الواقع ونشوف هذه الفرقة مش هنستغرب بعد كده الغزو التتري الرهيب وإسقاط دول العالم الإسلامي الواحدة تلو الأخرى كما سيتبين لنا من هذه الحلقات يبقى ده كان واقع العالم الإسلامي القوة الثانية في العالم كانت إيه؟ زي ما قلنا كانت قوة الصليبيين قوة الصليبيين كانت مقسمة أيضا إلى أكثر من منطقة في العالم القوة الصليبية الرئيسية في العالم في ذلك الوقت كانت غرب أوروبا بتضم بين طياتها طبعا فرنسا وإيطاليا وألمانيا وانجلترا وشمال أسبانيا طبعا جنوب أسبانيا كان مع المسلمين في الأندرس هذه المناطق الوسعة لغرب أوروبا كان بينها وبين المسلمين حروب مستمرة ولو حد فيكم عارف الحروب الصليبية اللي بدأت مع العالم الإسلامي بدأت في سنة 491 من الهجرة يعني في أواخر القرن الخامس الهجري واستمرت طول القرن السادس وإحنا دلوقتي في أوالي القرن السابع وما زالت الحملات الصليبية كبيرة على العالم الإسلامي يبقى هذه الدول كانت تجتمع مع بعضها البعض لحرب العالم الإسلامي وخاصة في منطقتين الشام ومصر وطبعا أجزاء من تركيا كما تعلمون والشام التي نقصدها تضم بين طياطها سوريا ولبنان وفلسطين والأردن يبقى دي كانت القوة الصليبية الأولى القوة الصليبية الثانية كانت المملكة أو الإمبراطورية البيزنطية اللي هي دلوقتي في منطقة اليونان والبانيا وما حولها من دول طبعا تاريخ العداء طويل جدا بينها وبين الدولة الإسلامية لكن في ذلك الوقت كانت قد ضعفت جدا الإمبراطورية البيزنطية ولم يكن بينها وبين المملكة الإسلامية أو الدول الإسلامية في الشام وتركيا حروب تذكر لكن كانوا على الحياد فترة من الزمان طبعا كانت عاصمة هذه الدولة الكوستنطينية المشهورة نجي برضو من الصليبيين في ذلك الوقت كان مملكة أرمينية وأرمينية ديت في شرق تركيا وأيضا كانت على حروب مستمرة مع العالم الإسلامي أيضا مملكة الكورج مملكة الكورج دولة جورجيا الآن اللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي سابقه وبرضو كانت على معارك مع العالم الإسلامي في جزء أهام جدا وخطير في الدول الصليبية في ذلك الوقت وهو الإمارات الصليبية في داخل الشام وداخل فلسطين طبعا من أشهر هذه الإمارات إمارة عكا، إمارة أنطاقيا، إمارة صيدة، إمارة بيروت، إمارة ترابولس، بيت المقدس يعني أكثر من إمارة استوطنة فيها الصليبيون وعاشوا خلي بالك، هل نتكلم في أول القرن السابع الهجري والصليبيون دخلوا إلى الشام في سنة 491 من الهجرة يعني بقى لهم أكثر من مئة سنة عايشين في بلاد المسلمين ده الوضع بالنسبة للعالم الصليبي في ذلك الوقت الحروب كانت مستبرمة بين القوتين الرئيسيتين في العالم في ذلك الوقت القوة الإسلامية والقوة الصليبية نهاية القرن السادس الهجري يعني قبل بداية القرن السابع الهجري كانت نهاية سعيدة جداً على العالم الإسلامي وتعيسة جداً على العالم الصليبي كانت نهاية القرن السادس الهجري موقعة حطين الكبرى موقعة حطين بقيادة البطل العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كانت سنة 583 من الهجرة وطبعاً دي كانت في أرض فلسطين المباركة نسأل الله عز غير أن يحررها كاملة ببقى موقعة حطين كانت في الشرق في هذه المنطقة وانتصر فيها المسلمون انتصاراً عظيماً وبعدها بشهور قليلة في رجب سنة 583 من الهجرة حرر بيت المقدس كما يعلم الجميع ده كان على الناحية الشرقية في الناحية الغربية أيضاً كانت نهاية القرن السادس الهجري نهاية سعيدة جداً على المسلمين في موقعة الأرك في الأندلس انتصر فيها المنصور الموحدي أمير دولة الموحدين على الصليبيين في موقعة الأرك المشهورة سنة 591 من الهجرة مع أن هذه النهاية كانت سعيدة للقرن السادس الهجري اللي أن كما ذكرنا بدايات القرن السابع الهجري ضاعت هذه السعادة بانهيار العالم الإسلامي وتفتته بهذا الشكل الذي وصفنا لكن خلي بالك برضو في نفس الوقت هذه الحروب التي خاضها المسلمون مع الصليبيين في أواخر القرن السادس الهجري تركت العالم الصليبي في وضع ضعيف جداً ووضع منهك كما هو واضح ومعلوم في هذه الأثناء في هذا الجو الذي نرى ضعف في العالم الإسلامي وضعف في العالم الصليبي وإن كان كل طرف بيتربص بالآخر ظهرت قوة جديدة على ساحة الأرض سنة 603 من الهجرة القوة دي كانت قوة التتار الحقيقة الصعود بتاعها كان عجيب جداً غريب جداً الصعود بتاعها كان متدرج في بادي الأمر ثم انفجار هائل عما العالم أجمع تلكة قوة التتار التي بعد ذلك غيرت من خريطة وجغرافية العالم إزاي الكوة دي تظهرت؟ من الذي أوجدها؟ من الذي جمعها؟ إيه رد فعل الدولة الإسلامية على ظهور دولة التتار الملاسقة للمسلمين؟ يا ترى إيه رد فعل الصليبيين لظهور دولة التتار؟ ده بإذن الله إلا نعرفه في الحلقة اللي جاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه اللي ذلك والقادر عليه فستذكرنا ما أكل لكم وأفوض أمر إلى الله من الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته